لو انت زي ومتحمس جدا وعايز تصور فيديو اول ما تكتب النص والدنيا تمام وجاهز تقف قدام الكاميرا تلاقي نفسك مش عارف تقول ولا كلمة خلينا اقولك ان ده طبيعي جدا وكلنا عندنا نفس المشكلة دي تطبيقات النهاردة ان شاء الله تحلي لك المشكلة دي بكل سهولة حتى لو انت مش عايز تظهر قدام الكاميرا عندك حل سهل جدا هنشرحه ان شاء الله في الفيديو ده ولو الصورة المصغرة صعبة وريخمة بتاخد منك وقت كبير يبقى انت بتشوف الفيديو الصحة سلسلة جميلة كده وخفيفة عن افضل تطبيعات ممكن تساعدك في صناعة المحتوى والضعف انتاجك اكتر من عشر مرات باذن الله فلو انت مهتم بصناعة المحتوى وعايز تضعف انتاجك خليك معين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا وسهلا بكم لأول مرة تشوفني انا احمد ممدوح والقناة بتهتم بتطوير مهاراتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس اونلاي لو مهتم بالمجال ده ممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله بإذن الله بصراحة اكتر حاجة بتخليك تطلخبط قدام الكاميرا ان انت مش عايز تغلط ابدا وبتنسى اللي بتقوله وده طبيعي جدا على فكرة وخصوصا في البداية ولو عايز تعرف شوف الفيديو ده زي رجعوها لحساباتهم بطريقة امنة وسهلة زي ما قلت انا عملت طريقة بسيطة جدا وبستخدمها حاليا بالوقتي هنشوف ان شاء الله مع بعض يعني فيديو حزين جدا طبعا انا كنت في البداية ومضطرب ومش عارف اتكلم اقول ايه وهغلط والناس هتقول علي ايه كلنا بنمر بالمرحلة دي طيب دلوقتي انت تعمل ايه عشان تتغلب على الموضوع ده ده اللي هنعرفه دلوقتي بس عايزك تركز معايا وسيب كل اللي في ايدك لان انت هتسمع كلام ممكن تقفل الفيديو والكلام اللي بعده هيكون مهم فركز معايا عشان فعلا تستفيد من الفيديو اول خطوة اكتب كل اللي هتقولي بالزبط لو انت مبتدئ لان ده هيفرق معاك جدا وهي رايحك وانت بتعمل الفيديو طبعا ممكن تسألني وتقولي اكتب كلام كتير زي ده ازاي هقولك عيب تسأل سؤال زي ده والشات جي بي تي موجود او البي او اي المجاني اللي هو التطبيق المجاني كل دول هيساعدوك ان انت تكتب محتوى رائع جدا بس اكتب بتفصيل ووضح بالزبط انت عايز ايه هكتب لك نص الفيديو هتحتاج تعديلات بسيطة جدا وبعد كده الفيديو جاهز ان انت تصوره هسيب لك في الوصفة اكتر من موقع ممكن يعمل لك الموضوع ده بشكل مجاني ممكن كمان تستخدم خاصية الكتابة عن طريق الصوت ان انت بتضغط في الكيبورد بتاعتك على المايك سواء انت ايفون او ادرويد وتبدأ تتكلم بس تختار اللغة الاول وبعد كده هو بيكتب كل كلمة بتقولها حتى لو بالعامية المصرية هو بيكتبها وبالتالي كده انت كتبت نص الفيديو في اقل من خمس دقايق لو انت الموضوع حاضر في ذهنك وعايز تكتبه عشان خطر يكون جاهز للتصوير بس السحر بقى مش في كل الكلام اللي احنا قلنا ده السحر ان انت الكلام اللي انت كتبته ده تفتكره ازاي قدام الكاميرا طيب عندك حلين اول حل كل ما تمارس الوقوف قدام الكاميرا وان انت تصور فيديوهات هتلاقي الموضوع ده بيتحسن وهتلاقي نفسك فاكر كل الكلام اللي انت كتبته لان في الغالب انت بتعمل الموضوع عن حاجة انت عندك شغف فيها او حاجة انت بتفهم فيها لو انت اخترت مجالك صح على اليوتيوب الحل التاني ان انت تستخدم اي تطبيق من تطبيقات التليبرومبتر التطبيق ده بيساعدك ان انت تقدر تشوف النص وانت بتصور لانه هو بيكون موجود قريب من الكاميرا الامامية وبالتالي انت مش محتاج ان انت تفتكر الكلام اللي انت هتقوله في الفيديو وكمان ده هيساعدك جدا ان انت ما تسترسلش في الفيديو وتقعد ترغي رغي كتير كده زي ما انا بعمل في الفيديو هاتي طيب لو انت عندك كاميرا تعمل ايه ممكن تشتري التليبرومبتر ده وتحطه على الكاميرا وتحط النص على الموبايل بتاعك وبيعكسلك بالشكل اللي انت شايفه ده وبيبدأ يتحرك قدامك وبالتالي ده بيساعدك بشكل كبير ان انت تنجز الفيديو في وقت اعثر وكمان مغطي كل النقاط اللي انت عايز تقولها في الفيديو بتاعك بدون اي مشاكل وده بيقلل اضطرابك قدام الكاميرا طيب حاسب لك روابط الادوات اللي انا باستخدمها في سندوق الوصف موجودة على الموقع بتاعي تقدر تدخل تشوفها هي دي استخدمتها بنفسي وفعلا هي افضل حاجة باسعار مناسبة جدا طيب لو انت عايز توقف قدام الكاميرا بس مش عايز الناس تعرف انت مين التطبيق اللي جاي هحللك المشكلة بشكل سهل جدا التطبيق ده تطبيق سهل جدا وبسيط بتقدر تنزله من الجوجل بلاي ومن الاب ستور وتبدأ ان انت تعمل افاتار شخصية بالنسبة لك في التطبيق ده بيديك جزء مجاني تعرف تعمل به شخصية وبعد كده لما بتضغط على الشخصية نفسها وبعد كده تروح على الكاميرا بيبدأ ان هو يفتح معاك ويغير الشكل بتاعك للافاتار او الشخصية اللي انت اخترتها في التطبيق وتقدر تسجل منه كل الفيديو بتاعك بالكامل وبعد كده تبدأ تنزله على الموبايل بتاعك عشان تدخل في خطوة المونتاج طيب بالنسبة لأفضل تطبيق تقدر تستخدمه في الوقت الحالي وسهل جدا وبسيط وبدون علامة مائية ومجاني هو كاب كت وفيه طبعا تطبيقات تانية لكن انا الافضل بالنسبة لي كاب كت لانه هو من شركة التك توك وامكانياته رائعة جدا لو انت مبتدئ هتتعلمه في اقل من اسبوع بس ركز كده في ان انت هتتعلم كل يوم حاجة وان شاء الله بإذن الله المونتاج بتاعك هيوصل لمرحلة احسن بكتير من اللي انت موجود فيها دلوقتي طيب لو انت ما عندكش مايك احترافي ومش قادر تطلع جودة صوت حلوة في الفيديوهات بتاعتك وبالمناسبة جودة الصوت اهم بكتير جدا من جودة الصورة في الفيديوهات يعني انا ممكن اتفرج على فيديو التصوير بتاعه وحش لكن ما اقدرش اتفرج على فيديو الصوت بتاعه سيء وصدقني لو عملت الموضوع ده بشكل صح هيفرق جدا في المشاهدات بتاعتك انا بشوف قنوات الصدى الصوت يعني مزعق جدا في الفيديوهات بتاعتهم وهم يقدروا يحلوا المشكلة دي بطريقة سهلة جدا انت تقدر تتعدل الصوت اللي انت سمع دلوقتي من الصوت اللي انت سمع دلوقتي بتطبيق سهل جدا وبسيط الموقع اسمه قادي ببودكاست تقدر ان انت ترفع عليه الصوت بتاعك عشان هو بيقبل الصيغة دي بس وبمجرد ما بتدخل الصوت في التطبيق بيقعد دقايق بسيطة وبعد كده بيطلع لك الصوت يعني كأنك مستخدم مايك احترافي طب لو انت عايز مايك احترافي وسهل جدا الاستخدام اسمه بويا ام وان المايك ده سعره تقريبا حوالي عشرين دولار ومتوفر في مصر وفي دولة العربية تقدر تشتريه بس المشكلة انت تعرف تشتريه يكون مش كوبي يعني الاصلي عشان يطلع لك جودة صوت رائعة جدا بسعر مناسب بيشتغل على الموبايل على الكمبيوتر على الكاميرا على اي جهاز ممكن تقدر تسجل الصوت عليه طيب الصورة المصغرة الاخر حاجة بنفكر فيها انا كتير جدا بقول ان الصورة المصغرة تعتبر من اهم عوامل نجاح الفيديو لان هي اللي بتخلي المشاهد يضغط على الفيديو ويشوفه وزي ما بقول دايما لو الفيديو بتاعك افضل فيديو في العالم لكن الصورة بتاعته مش جيدة الفيديو ده محدش هيشوفه وللاسف مجهودك هيروح على الفاضي حط مجهود كافي في الصورة المصغرة وركز ان انت تعملها بافضل طريقة ممكن ويمكن عايز اقول لك اديها مجهود سبعين في المية والفيديو تلاتين في المية اسمع كلامي وشوف النتائج ودعيه طيب تعمل الصورة المصغرة زي في تطبيقات كتير جدا بتعمل الموضوع ده بس انا بالنسبة لي الاسهل والافضل والمجاني هو كامفا انا عارف ان كامفا دلوقتي بيحاول ان هو يخليك تشترك وعمال يقفل عليك صور لكن في الاخر انت ممكن تلعب لعبة ظريفة جدا هتشوفها دلوقتي على كامفا وتزبط الصورة بتاعتك وتكون احسن كمان من اللي موجودة في كامفا طبعا كامفا انت بتدخل تكتب له يوتيوب تومنيل او صورة مصغرة لليوتيوب وبعد كده بتبدأ تختار الصورة المناسبة بالنسبة لك وتغير في الكتابات تغير في الالوان تغير في الاماكن بتاعت النصوص وكده الصورة بتاعتك جهزة تضغط على داونلود وبعدين تنزلها على الموبايل بتاعك وتبقى جهزة ان انت ترفعها على الفيديو بتاعك على اليوتيوب طيب انا بقى بعمل الصورة المصغرة ازاي انا باخد صورة بنفسي وبعد كده ببدأ ارفع الصورة دي على تطبيق تاني اسمه فوتولاب التطبيق ده بيحول لك الصورة لشكل كرتون فبيخليها اجمل وازرف وجذابة بشكل اكتر طيب العلامة المائية اللي فوتولاب دي تعمل فيها ايه انت ممكن تاخد فوتولاب بعد ما تنزل الصورة تاخدها وتحطها على كانفا وبعد كده تكبر الصورة شوية فالعلامة المائية دي هتختفي ويبقى الموضوع سهل جدا وتعمل صورة فعلا رائعة ولما جربت الموضوع ده نسبة النقر على الصورة المصغرة عندي بدل ما كانت خمسة ونص في المية وصلت لتمانية وتسعة في المية فطبعا الفرق كان باين جدا بسبب الصورة المصغرة طيب لو عايز اتعلم كل ادوات الزكاة الاصطناعي شوف الكورس ده مجاني موجود على القناة هيساعدك بشكل كبير ان انت ان شاء الله تحترف الزكاة الاصطناعي في صناعة المحتوى واشوفكم على خير ان شاء الله في اللاييف الجاي يوم الجمعة الساعة 4 العصر توقيت القاهرة سلام